انا شغلتي كلها ان انا قاوم المطلقتية انا راجل بشتغل في الرشاد الزواجي ومن اكتر الحاجات اللي انا رصدها مسألة ايه؟ مسألة الطلاق انا شغلتي كلها ان انا قاوم المطلقتية الناس اللي بتيجي تطلق كتير بدون سبب بحاول بقدر الامكان المطلقتية ديت مش رجالة بس رجالة وستات اللي هم عايزين يتطلقوا هل فيه زائرة منتشرة في مسألة ارتفاع نسب الطلاق؟ نعم ايه السبب؟ غضب الطرفين ان الستة تقول انا خلاص اتمليت انا فلف زي ما يقولوا انا خلاص اتمليت مش قادرة فايه اللي حاصل؟ اتمليت يعني ايه؟ غضبها مسيطر عليها من جملة التراكمات اللي حصلت لها فهي مش قادرة تكمل وهو يحصل له اي حاجة فبكل سهولة يروح مطلق هي تغضبه بان طلقني طلقني لو كنت راجل طلقني لو كنت راجل طلقني تعمل ايه فيه؟ تغضبه فلما يغضب يعمل ايه؟ يهد البيت ويكب الزيت ويحرق الغيط ويكسر الخاطر ويدمر الاولاد مستقبل الاولاد عشان ايه؟ عشان غضب واحد ممكن ايه اللي حاصل؟ يكره اخوه كرهت اخوك ليه؟ عشان غضب غضب من تصرف ليه فيكره اخوه واحد يحنق على ابيه ويكره والده او واحدة تكره امها ليه؟ عشان غضبت من تصرف من تصرفاته التراكم ده عبار عن ايه؟ عن سواد بيغزلوا الغضب التراكمات دي عبار عن ايه؟ سواد بيغزلوا الغضب طب اذا ما كانش فيه الغضب التراكمات دي هتزول لكن تراكم فوق التراكم مين اللي بيحط التراكم فوق التراكم؟ الغضب لان لو فيه مسامحة في النص مش هتلاقي حاجة تحطها على بعض اذا الرسول الله لما قاله لا تغضب يعني عيش على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة يبقى الانساء مين الذي يستطيع ان يقاوم الغضب هو من كان على الفطرة هذا الحديث هل يكلمنا هذا الحديث على مسألة ان احنا مبقاش عندنا شعور الغضب لا حضرت النبي كان اذا انتهكت حرمات الله كرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسي يعني لو وقع الرجل فاكرين اليهودي لما ما اخذ بتلبيب رسول الله وقال اقضي لي ديني فانكم يا بني عبد المطالب قوم مطل ايه يا رجل يعني منتهى سوء الاخلاق منتهى الرعونة منتهى إلة الادب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان هو فضله بس ان هو يشوف حلم رسول الله فازداد حلما وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه ما يغضبش النفسه بالعكس امر سيدنا عمر ان هو يقضي له الدين ويزيده طب يعني ايه رسول الله لا يغضب لنفسي بس ايه اللي حاصل فاذا انتهكت حرمات الله كان لا يستطيع ان يقف في وجهه احد ليه يبقى اذا الرسول الله مش بيقول لا تغضب يعني شعور غضب ما يجلكش لا هو بيقول صلى الله عليه وسلم لا تسمح لنفسك الامارة بالسوء ان تتلاعب بك على خلفية انك غضبان يعني ايه كن صامدا امام نفسك الامارة بالسوء وما ابرق النفسي ان النفس الامارة بالسوء يبقى انت لازم تكون صامد قدام نفسك يبقى هذا الحديث بيجمع معاني كثيرة منها انه دعوة الى السمود النفسي ان انت تتدرب وتهيأ نفسك ان انت ايه قال لا تكون اه انا عايز اقول لكم حاجة زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك عبدالدنار هلك عبدالدنار هلك عبدالخميصة هلك عبدالمشاعر عبدالمشاعر يهلك اه ممكن مشاعر تأتيك رغما عنك لكن لا تكون عبدا للمشاعر فلا تغضب لعنوان كبير جدا جدا على ماذا على منع استعباد المشاعر لان في حاجة عندنا ذاتية اسمها ايه الابتزاز الابتزاز الذاتي انت ابتزك نفسك الامارة بالسوء تبتزك فتخليك تفقد سلقتك بنفسك تفقد الحكمة تفقد النور تفقد الاخلاق تقول له ايه انت تلع منك كلام محدش كان ممكن يتصوره يقول لي معلش استوان كنت غضبان يعني ايه كنت غضبان هي محاسن الاخلاق بتظهر فين غير في وقت الشدة وليس القوي بالسرعة ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب اه يعني في الاخر خالص الرسول لله سلم مش بيقول لنا ان الشعور ما يجي ناش لا الشعور يجي لك وتقاومه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا يعني انت لما توقف قدام غضبك انت في حالة تسكية ولذلك لا تنفذ غضبك وعشان كده لما بنون الحديث ده حياة الحديث ده لو ان الناس طبيته تدريبا يعني يدرب نفسه واتجاها يعني يتجه فيعرى وجه الله ويرى الله ويصبره ثم مقصدا بانه هو يكون عبد لله ومش عبد لنفسه افرأيت من اتخذ اله وهواء لا اه دي من تطبيقاتي ان انت تتخذ اله كهواك ان انت تنفذ غضبك اخر حاجة كمان ان انت تشوفه بيغير شكل الحياة بدل ما تكون مغموسة في النار تكون مغموسة في الايه مغموسة في برد التمأنينة يا سلام فلنحينه حياة طيبة مغموسة في برد التمأنينة